قرار جامعة الأنبار هذا القرار فعلياً أثار حفيظة أمباريين أثار حفيظة عراقيين ومواطنين بأنه يعني فعلياً تحت ذريعة الوقار هذه الحجج فكيف تقرأين بداية هذا القرار إذا ما اطلعت عليه؟ ما وصلنا من أخبار أنه هو مجرد اقتراحات يعني لحد الآن ما صارف قرار بات بهذا الموضوع وعلى كل حال إذا كان أكوهيشي قرار فهذا سالب للحرية طبعاً وإحنا الدستور كيف للحرية اختيار كل أفراد الشعب كان عراقي أو عراقية لكن ما وصلنا من أخبار أنه مجرد اقتراحات ما صارف قرار بات بهذا الموضوع طيب سيدة دليمي لا هو القرار ربما بات لنقول وفعلاً إذا هو بات أو غير بات فهو قرار واضح من الجامعة فعلياً بعض هذه البنود يكون زي الطالبات وألوانها على النحو التالي يعني حددوا حتى الألوان أبيض سمائي أسود رصاصي لا يسمح بلبس الفساتين لا يسمح بلبس البنطال للطالبات يسمح بلبس البنطال الواسع والمحتشم هل نستطيع أن نقول بأن هذه القرارات وأن كانت فعلياً قرارات هي تقييد للحريات؟ هي مسألة أنه تحديد زي المواحد كألوان يعني مو ألوان زاهية هذا في الشيء أعتقد حضاري يعني حتى بدول العالم الأخرى المتقدمة على مستوى دوائر وعلى مستوى مؤسسات حكومية حددوا ألوان الزي المواحد فهذا إحنا في الجانب يعني ممكن يكون حضاري بس جانب أنه يدخلون بتفاصيل الملبس وآلية اللبس ونوع اللبس هذا أعتقد في الشيء سالب للحرية إحنا في عصر أنه الفتاة هي تختار منها تلبسها وبما يناسب عاداتنا وتقاليدنا وما يناسب آراء مجتمعنا أكيد طيب موسيقى